بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عندما نتحدث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عادة إلى أين يتجه تفكيرنا خيالنا أفقنا إلى أين إلى تلك المدرسة العلمية الواسعة من حيث العطاء والإنتاج العلمي التي أسسها في العصور المبكرة من العصور الإسلامية العصور المبكرة يعني في بداية الاهتمام العلمي عند المسلمين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قدم ذلك العطاء العلمي الكبير وبه عرف وبه أسس وثبت وأرسى دعائم البناء العلمي الذي يشكل امتدادا له وبه خادم الإنسانية خدمة جليلة بالعطاء العلمي رسالة هذا الأمر لنا في مثل هذا اليوم يوم شهادة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما هي ما هي الرسالة هي أن نندفع بصفتنا محبين لهذا الإمام أن نندفع نحو الاهتمام العلمي نحو الاهتمام بالتخصصات العلمية النادرة والمتقدمة التي تقدم الإنسانية أتباع هذا الإمام هم من أوائل الذين ينبغي أن يهتموا بهذا الأمر تأسيا به لا أن يصبحوا من الأميين والبسطاء والجهل والمهتمين بالتخصصات البسيطة التي لا تقدم خذ خدمة استراتيجية ونوعية للإنسانية كما قدمه عليه الصلاة والسلام تلك الخدمة الكبرى للإنسانية أتباعه في هذه العصور بغي أن يهتموا بذلك يندفع إلى الجامعات والمحافل العلمية ويهتم مهتماما كبيرا بالتخصصات النادرة والمتقدمة ليقدموا خدمة جليلة للإنسانية هكذا يكون التأسي بهذا الإمام بمام العلم والمعرفة والفقه والفهم والعقل يكون التأسي به تأسيا حقيقيا صادقة وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر